كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة سنخصصه لفهم قصة إنسانية واقعية قصة أم سعد والصدقة الجارية في الحديث الذي رواه الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم إن قط عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اليوم غنت كلم على قصة ولد صالح يدعو له قصة إنسانية واقعية بطلها هو سعد سعد طفل صغير أنجبه والديه كانوا لازال في ريعان الشباب ظروفهم الاقتصادية على قد الحال الأم ربة بيت تعيش بتواضع وفي خجل وبعيد عن الأنظار والزوج شاب كل حيوية وطاقة واحتهو طالب معاشو كيقلب على رزقه من اللي تزوج هد الزوجين كان سعيدين وعلى قد الحال أرزقهم الله تعالى بولد اسمه سعد كانت أمه سعد فرحة مسرورة بهذا الولد ودائماً كتجمع مع زوجها وكتقول له من اللي غادي كبر سعد غنعلموه أحسن تعليم غندخلوه للجامعة وغادي قرأ تخصص اللي هو كبير وغادي يخدم وغير بحفلوس كتير وغادي متعنا وغادي برعنا كان سعد وهو صغير يسمع هذا الكلام بين أمه وأبيه واحد المرة الأب قال لها اللي خص سعد بالآن خصوه اختوه أو خوه لخويه فالأم تقول بأن وضعنا الاقتصادي لا يسمح نحن فقراء يلا بل كاد نعيش أن لي أن أحبل وألد هلا غير حبلي أربغني سخر فقام أبو سعد در عمل آخر إضافي في مشقة وتعب لعله يكسب المزيد من المال الحلال بعرق جبينه وتعب كتفه بشي وسع الأسرة الصغيرة ديالو ضل الأبو يشتغل بالنهار ثم يشتغل بالليل ولا يدخل إلا إلى ساعة متأخرة كله متعوب من أجل أن يكسب مال حلال حتى يتمكن من إنفق على أسرته الصغيرة لكن أمام إنهاكه في العمل بالليل والنهار أصيب بمرض شديد وعلى إطره سيتوفى الأب وبقي سعد طفل صغير يتيم يعيش مع أمه الذي يذكره سعد من الماضي هو أنه وجد بأن أمه لازالت فتاة في ربيع عمرها وتلبس البياض رحل الزوج الشاب إلى جوال ربه وبقي سعد مع أمه والبيت غص بالمعزين رجالا ونساء صغارا وكبارا المعزين يقول لأم سعد إصبري إصبري لعل الله تعالى يريك في سعد هالطفل الصغير خير خلف لأبيه وبعد أن مرت أيام الجنازة والناس انصرفوا واجهت أم سعد الزمن الصعب لأن الأم لم تكن تتقن أي عمل كانت ربت بيت فاضطرت لكي تعمل كخادمة في البيوت ولما تأتي في المساء كتشتغل في النسيج كتخيط على قدر ما تستطيع لكي تضمن لقمتها ولقمة سعد وتمن الكراء وصار سعد يعيش هذه المأساة سعد كان دائما يشعر بأنه يتيم الأب لكن الأم أرادت أن تملأ عليه الفراغ فكانت له أما وأبا في الوقت ذاته مرت السنوات وسعد يكبر الأم سجلته في المدرسة في المرحلة الابتدائية والأم كتقول لي يا بني هنت تعرف إحنا عندنا قلة اليد ولكن أنا سنعمل ونشاهد باش نوفر كل ما تحتاج إليه سعد كان دائما صغير ينظر بعينيه التي في رأسه ويتأمل الحياة من حوله ولكن كان راض على كل حال الأم كانت تبدل جهودا كبيرة من أجل أن توفر لابنها الصغير كل ما تشاء كان بإمكانها أن تتزوج لكنها قلت سنجيب الرجل غريب لابني سأتعب سأتعب وسأحتضم ابني ونخدم بالليل وبالنهار باش نوفر لي كل شيء فعلا شعر سعد وطفل صغير بأن أمه تضحي من أجله لما تأتي من العمل وهي متعبة والعرق يتصبب من جبينها كي قال بأن هذه الأم عندها خدمة كبيرة ومجهود جبار وحنرو يقول لها ماما إذا دخلت الجنة إن شاء الله سأخبر أبي بمعروفك الكبير معي الأم بدأت تغالب دموعها وتبتسم لوليدها وعلمت بأن هذا الإبن سوف يعترف بهذا المعروف لأنه شوف الفكر في المشا ماما إذا دخلت الجنة إن شاء الله سأخبر والدي بكل هذه الأمور التي تقوم بها فعلا تمر السنوات الطوال وسعد يمر المرحلة الابتدائية ثم المرحلة الإعدادية ثم المرحلة التانوية ويدخل سعد إلى الجامعة والأم لا تزال بالنهار كتشغل خدامة في البيوت كتغسل أواني كتغسل دروج للمنازل مقابل دوريهمات وفي المساء ملك الجي تنسج الثياب وتبيعها كل هذا من أجل لقمة العيش سعد لما دخل إلى الجامعة القب أن في الجامعة كنت شباب وشابات كنتموا إلى أسر آثارية أو متوسطة وشف بأن الطلباء كجمعهم وولدهم وأمهاتهم في سيارات وكيعطوهم قدر من المال للحياة الرغيدة هو عنده الفقر وملك جيل الدار تلقى الأم ديالو حزينة وكئيبة وسرعانا ما اشتعل الرأس في شيبها الشيب اشتعل في رأسها والتجاعيد في وجهها يوما ما دخل سعد إلى البيت فرأى المشهد للأمه رأى بأن الزمن قد رسم على وجهها تجاعيد السنين وجدها نائمة وهي تخيط ولا يزال الثوب بيدها أبكاه هذا المشهد فجاء لأمه وعنقها قال يا أمي لقد تعبت من أجلي كم سهرت من أجلي وكم تعدبت من أجلي الأم استيقظة قتله يا بني أنا لا أتعب أنا كل هذا عمل كله عندي فرحة من اللي كان شوف كتقرى وكتنجح وانت على أخلاق كريمة كان حس بأن تحاجة مضى عطلية أنا الخير كله بيني عينية وبيني الدية لكن سعد من يومها لم يعد يشعر بالرغبة في النوم قال يا أمي أنت تعبت بزاف أنا غنجلس من الجميع أنا غد نمشي نخدم في أي عمل سأنتسب للجميع نقرأ ولكن غنش نخدم نجيب دروس من عند الأصدقاء وغنش نخدم أي عمل نربح به واحد للقدر دي المال باش نقدر انفق عليك وأنت أريحك يا أمي من هذا العناء الأم لما سمعت هذا الكلام و هذا الإصرار غضبت على ابنها قتلي يا سعد رضايا أن تستكمل دراستك الجامعية أن تبقى فيها منتظما يا سعد إياك ثم إياك أن تضيع الدراسة الجامعية أنا تعبت وشقت وكان أملي مع أبيك وأنت صغير أن تصير في مستوى عالي جامعي وأنك تدير تخصص كبير وأنك تعد شيء حاجة نفتح يربيها يا بني ما تجيش تلخر وتكسر لنا هذا الحلم الجميل رأى أبوك في قبره فرحان من لك يشوفك تنجح وإذا وإذا سمع وعلم بأنك مبقش متطف في الجامعة أنك ستكسر كل مبنينه منذ زمان فعلا الأم بدأت تقول هذا الكلام أترت في سعد وقتله أعدك يا بني حينما تأخذ الشهادة الكبيرة وتوظف سأترك العمل في البيوت كخادمة عند الناس وسأترك الخياطة العينية مبقوش يسعدوني وقال لغنكون لغش اللي تمني تياه ولي غندير فعلا سعدون خاد العزيمة مع أمه دائما كتردع له هو كيتعب بالليل ومن نهار في الدروس مبقاش عنده فقط أمل أنه غير ينجح بغى ينجح بنقاط عالية بش ياخد درجة مشرفة بش يقدر يحصل لعمل كبير يفرح به في القبر ويفرح به لتعبات وشقات ما هي إلا سنوات معدودات حتى بدأ سعدون ينظر إلى الشهادة العليا فعلا حصل على الشهادة العليا بامتياز الأم مشت معه الجامعة بش ياخد يناقش الماستر والأم لبس واحد لبسرة واحد جلبية بات واحد صندلة بسيطة والشيب في ناظرها والعلامات الفقر في محيها وفرحات مني شافت بأن ابنها شاب في مقتب العمر والطلبة والطالبات كلهم محاطا به والهيئة ديال التحكيم في الجامعة من الأساس ديالكبار يصفقون عليه ويفتخرون به الأم فرحات قالت أنا حققت لإنجاز ديالي قتلها ولد منيز لبقلنا هو أنك تلقى عمل فعلا سعد نظرة لأخلاقه واستقامته وسمعته الحسنة توسط إليه بعض الأساتد في الجامعة فوجد عملاً مباركاً وكتأمه فرحانة بأنه حصل على عمل الأم دائماً كتتعمل معك أنه طفل صغير يستيقض صباحاً كتوجد ليه كأس الحليب كتمش تطليل الشعر دياله كتلبس الملابس دياله يا أمي لقد أصبحت رجل يا أمي لقد أصبحت كبير قاتلي أنت دوماً في نظري طفل صغير وفرحات بفرحة كبيرة من اللي انتظم في العمل غد يدخل لواحد الخدمة وغد يريح هلها يا أمي رقالوا لي حتى بعد ستة أشهر عد تاخد الأجرى ستة أشهر أولى بلا أجرى ومن البعد غد يعطوني الأجرى مجموعة الأم فريحة قتلي سيري يا ولدي وكمل العمل ديالك أنا ما زال خدامة حتى تاخد الأول أجرى سأحصل عليها سوف أكرمك غنت هلا فيك فعلا مرت ستة أشهر هو سعد يعمل بالليل والنهار ويتقن عمله ويحرص على رضاء رؤسائه والحمد لله داك الستاج ستة أشهر ممتاز وخد الأجرى أول راتب غد ياخد سعد سيستنمه غرق في التفكير قال ماذا سوف يفعل بهذا المال ستشهر جمع هالي مبلغ كبير عمر محلمي شدو في نديه ملايين ماذا سأفعل بهذا المال تقول أي شيء ممكن أن أرد به الجميل لأمي أيمكن أن أشتري لها لباس أكتر أشتري لها ذهبا وفضة أسربلها لؤلؤا ومرجانا أكتر أذهبوا بها إلى الحج والعمرة أكتر مكره شهيدة الفلوس يصرفهم كلهم على الأم دياله في لحظة ويفرح قلبها ويسعد نفسها فعلا سعد من العمل دياله للدار وجه فرحان كي تسن بشي أنه يسعد الأم دياله لما دخلها إلى البيت وفرحها بالمال قال أمي قل اختار ما تشاء اللي بغت التعب ديالكل الشقاء ديالكل انتهى في هذا اليوم الأم فرحات وعنقت ولدها عنقت وبدت كاتبكي واحد اللحظة شعر سعد بأن الأم دياله الجسم ديالك يسخم وجه كيسفر من شدة التعب هو مع النقل الأم دياله كيلقى فيها الألم وكيلقى فيها التعب الرعشة أمه ماذا أصابك أمه ففكر أنه يقوم بإسعافها هب سعد لك اللحظة وجاب سيدة إسعاف وحمل أمه إلى مستشفى وهي تدخل في حالة غيبوبة نسي نفسه نسي عمله نسي كل شيء أخذها إلى المستشفى وحرص على أنه يقوم بالإجراءات النسل في المستشفى قالوا لي إن أمك في حالة خطيرة أسرع باقتناء هذا الدواء سعد مشاكيجري يبحث عن الدواء المطلوب وقلبه يخفق وعقله مع أمه ما هي إلا أقل من نصف ساعة جاء بالدواء وعند باب القصر الخاص بأمه استوقفه موظف الاستقبال وقال له يا بني عليك بالصبر والاحتساب قال مدى تقصد قال إن لله وإن إليه رجعون قال مدى تقصد قال أمك التحقت بالرفيق الأهلا سعد شعر بالإنهيار سقطت الأدوية من يديه وسعق في مكانه وفقد توازنه وجلس على ركبتيه وبدأ يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا بعد ذلك سيتم تشهيع جلسة أمه هذه الأم المكافحة هذه الأم المناضلة لم يكن يعلم ويدري بأنه يوم أن حصل على المال الوفير بعد أن توظف يوم أن ابتسمت له الحياة يوم أن أراد أن يعيش حياة كلها عطاء وكلها نعيم وأراد أن يسرب الأمه بالدهب والفضة واللؤلؤ والمرجان يوم أن فكر أن يأخذها إلى الحج والعمرة يوم أن أراد أن يشتري سيارة ويسافر بأمه ويجول بها العالم وتأكل وتشرب وتنعم وتفتخر به جاء القدر الإلهي وأخذ أمه إلى قبرها وظل يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا دفن سعد أمه في المقبرة ودفن معها أجمل أيامه لقد لحقت بزوجها بعد طول غياب وصار سعد يتيم الأبوين وكأن الأم إنما عاهدت زوجها أول الأمر أنها ستظل مكافحة مناضلة حتى توقف سعدا على قدميه هذه الأم ذهبت وأخذت معها الفرحة والسرور والبهجة سعد لم تطب نفسه الآن حصل على المال وعلى الوظيفة وعلى الشهادة ما قيمت هذه الوظيفة بلا أم ما قيمت هذا المال بلا أم ما قيمت الحياة كلها دون أن يقتسم لحظة السعد مع أمه سعد ترك عمله تلك الأيام ودخل في حالة من الحزن الشديد فر إلى ربه ذهب إلى المسجد وسار يبكي على الله ومن حسن حظه سمع الفقيه في المسجد يحدث الناس وكان الموضوع هو أبواب البر كان يقول إن أبواب البر لكثيرة وذكر بأن هذا الحديث النبوي الشريف الذي سردناه في أول الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له لما سمع سعد هذا الكلام انتفض وعوض أن يستسلم للبكاء ويستسلم للحزن ويدخل في حالة اكتئاب انتفض وقال سأهتدي إلى طرق من طرق البر العظيم وعزم على نفسه أن يرد جميل أمه حتى وي تحت التراب فعزم أنه سوف يقتطع ربع راتبه شهريا لقسم الله تعالى ربع ما غير يخدوش نروح الصدق وبدك يجمع ذلك البركة شي يجعله صدقة جارية لوالدته فعلا بدأ سعد يقوم بأعمال جليلة وكثيرة أولها بدأ يحفر الآبار لسقي الماء للعطشة ولسقي الأراضي فاستطاع أن يحفر عدد كبير من الآبار ثم بدأ يأخذ قسطا من ماله إلى دور الأيتام ثم يأخذ قسطا من ماله إلى دور العجزة ثم يأخذ قسطا من ماله إلى المستشفيات وبدأ سعد في كل مكان يدهم إلا وينشر البسمة وينشر الفرحة والمال فاض فاض عن سعد لأنه باركته أصمحت كثيرة وهذا من باركة بري الوالدين يقال بأن باركة بري الوالدين ترى في الدنيا قبل الآخرة الآن سعد رجل مبارك يسمى الحاج سعد تزوج وأنجب سبعة من الأبناء كلهم متقاربين في السن وأسمى معنا الأم الأبديل وأصبح رجل من أهل الدنيا ومن أهل الدين رجل مبارك أينما حل وارتحل حلت عليه بركة بري الوالدين أيها الأحباب الكرام غايتنا من حلقة اليوم أن نستحضر قيمة الوالدين سواء كانوا أحياء أو أموات أحياء نقوم ببرهما ونأخذ بركتهما وإن كانوا قد التحقوا بالرفيق الأعلى فالدعوات الصالحات والصدقات المستمرات وأعمال البر تكون دوما بدون كلل ولا ملل وربنا عز وجل يتجلى على الجميع بالرحمات والبركات والعطاءات والإكرمات رحم الله جميع الأمهات ورحم الله أم سعد ترجمة نانسي قنقر